بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين لا زال الخطاب مستمرا إلى بني إسرائيل حيث يأمرهم الله تبارك وتعالى بالاستعانة بالصبر والصلاة يا بني إسرائيل إذا أردتم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله الذي يؤدي إلى فقدان بعض المنافع والمصالح والوقوع في بعض المشاكل والمصاعب استعينوا في رجوعكم عن دينكم وإلغائكم لرؤسائكم الذي يسبب سلب بعض الدنيا عنكم استعينوا في هذه الأمور بالصبر أو استعينوا في كل شيء في حياتكم استعينوا بالصبر عن الحرام فإنكم إذا صبرتم على ما تكرهون من اتباع النبي صلى الله عليه وآله هذا الصبر يعود عليكم بأفضل ما أنتم فيه الآن فالصبر مفتاح الفرج ويعود النفع للصابر الدنيا لا تخلو من المشاكل الإنسان أمام خيارين إما أن تحطمه هذه المشاكل وإما هو يحطم المشاكل والصبر هو الطريق الأمثل للتغلب على هذه المشاكل وفي رواية فسر الصبر بالصوم حيث يقول لإمام أبو الحسن عليه السلام الصبر الصوم إذا نزلت بالرجل الشدة أو النازلة فليصم فإن الله عز وجل يقول واستعينوا بالصبر والصلاة والصبر الصيام وهذا من باب ذكر المصداق للصبر حيث في الصوم الإنسان يمنع نفسه من الشهوات والملذات فتروض نفسه على الصعاب ويتعلم الصبر في سائر الموارد فإذا صبرتم في كل الأمور خاصة الصبر على ما تكرهون من اتباع النبي صلى الله عليه وآله هذا الصبر يعود عليكم بأفضل مما أنتم فيه واستعينوا بالصبر والصلاة الصلاة توجب تهدأة النفس واطمئنان الخاطر ألا بذكر الله تطمئن القلوب فيلحقه إقبال الله تبارك وتعالى لذا الإنسان في الشدة عليه أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى ويصلي ركعتين الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غم من غموم الدنيا أن يتوضأ ثم يدخل مسجده فيركع ركعتين فيدعو الله فيهما أما سمعت الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها يعني الاستعانة بالصبر والصلاة لكبيرة يعني عظيمة شاقة ثقيلة إلا على الخاشعين من هم الخاشعون الذين يقبلون بقلوبهم إلى الله تبارك وتعالى ويتذللون له الخشوع بمعنى التذلل في القلب اللي يظهر أثرة على صوت الإنسان وعلى جوارح الإنسان الصبر مؤمر هيا الالتزام بالصلاة اليومية أداء الصلاة كاملا مقضية سهلة لذا يصعبان على كل الأفراد إلا الخاشعين هذان أمران صعبان جدا إلا على الذين يخشعون لله تبارك وتعالى وفي تأويل هذه الآية الكريمة الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول الخاشع الذليل في صلاته المقبل عليها يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين طبعا هذا من باب ذكر أجل المصادق من هم الخاشعون الآية الثانية تفسر الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون شنو معنى الظن هنا الظن هنا إما بمعنى اليقين يعني الذين يوقنون وإما لا الظن بمعنى الرجحان ومعنى أنه مجرد الظن كاف في البعث على الإيمان ولعل السر في هذا التعبير اللي ما جايب كلمة اليقين هذا يشير إلى أن أدنى مراتب الرجحان اللي هو الظن هذا يوجب الخشوع يؤدي بالإنسان إلى الإيمان من باب المثال اللي يظن أنه يلاقي الملك هذا الظن يبعث على الاستعداد على التهيئة يحضر نفسه يلبس ملابس لائقة يحضر الكلمات اللي راح يتكلم بها مع الملك فمجرد الظن يبعث الإنسان على الاستعداد والتهيئة فكيف بمن يظن أنه يلاقي مالك الملوك يلاقي الله تبارك وتعالى فالخاشعون هم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ملاقات الله كناية عن الحضور للمحاسبة فيظنون أنهم سيردون على الله تبارك وتعالى ليتلقوا الجزاء والثواب وأنما قلنا هذه كناية عن الحضور للمحاسبة لأن الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى الناس في الدنيا وفي الآخرة نفس الشيء مو في الآخرة أدنى إلى الناس في الدنيا أبعد من الناس فنحن دائما في محظر الله تبارك وتعالى وأنهم إليه راجعون يعني إلى حسابه وجزائه يرجعون فهذا الرجوع رجوع معنوي مو رجوع مادي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الصبر والصلاة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين